السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله سوف نحضر معكم الشباكية الطلب المتتبعين للعزاز الذي طلبوني عليها سوف نحضرها معكم بطريقة الأناية سوف نجربها بسم الله يكيلو دقيق فرص سوف نزيد معلقة كبيرة نضيفها وشيطة ونضيفها نضيفها جنجلان ونضيفها نضيفها 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 بطريقة كبيرة ونغرب لهم. يبقى من الفوق. انا مزر بالفيديو الشوية لانه غادي جيتوال. سوف نزيد طريق اللي بقالي. سوف نزيد الزيت. انا عندي نصف كس ديال زيت بلدية مع نصف كس ديال المائدة. انظروا لهم خلطاهم بجوج. هنا زبدة دايبة. نضرب كثير من الفوق. هنا نضع فرن شعرة مع كس ديال المائدة. اما الخرقم دويما. اما الخرقم الآخر غبرة اللي بغيتو. يبقى الكم الختيار. نزيد الخل جمال قاة الصغار. ونخلط نزيد كصد الزهر ونرى على حسب العجين العجين لا يشرب العجين لا يريد أن تكون متلوقة لا يريد أن تكون قاسحة لا يريد أن تكون قاسحة لا يريد أن تكون مرخوفة نجمعها بحلقة حتى نجمع ضغط قرق كامل لكي يختفى مع المكونات نجمعها بيدينا أكثر سوف نقوم بتحديد كورة صغيرة سوف نقوم بتحديد كورة صغيرة باش ما تغلبش عليهم هالا قديد ديهم بعد شكل هذا نبقى ندير بحالة هكذا نطوي ونخليها ترتاح في بلاستيكة تاية حتى نسالي ذلك الكويرات كاملين بعد شكل نتركها ترتاح شرد تركها ترتاح تقريبا نطلقها بشيء نديرها في الوراقة انا الوراقة جاءتني مع الدباء لم ألقيتش كنت نبينها لكم لانا غي تدب وحدي خص يكون وجوج ووحدة قتشدة الوراقة ووحدة قتشية لش لا تبينش باك القطارة قتشة تهربلي ونقطع بهذا القطع هذا. نقول لنحضك جناب. هانتو ما كتشوفوك نخلي هي على خمسة فيها نخلي وحدة ونطوي وحدة عليها بحالي نهز وحدة ونخلي وحدة نهز وحدة ونخلي وحدة. انا ونطويها. نحلها من نصف ونشد. القنية هذا الجنب مع الجنب الاخر وندخلهم بحالة هكذا صفي ونجر. هذا هو الشكل. ونزيد وحدة اخرى معاكم. هانتو ما بهالطريقة هادي. نخلي وحدة. نخلي وحدة. نخلي وحدة. بحال هكذا. وكنطويهم بحال كي يجوني وحدة على وحدة. وكنقلب. كان قبضت القنية من هنا. وقمت من الجنب الاخر. ونضخلهم بها الشكل هذا. ونقضهم مع الجنب صفي ونقرصهم بشيء. بشيء. ونطويق هذه الطريقة هادي ساهلة. عنتم. خمسة وكندير وحدة على وحدة وحدة على وحدة. وحدة على وحدة. وكنجمعوا. نخليها تبات ليلة كاملة حتى نقليها. بسم الله. نصخن الزيت يالولا. لن تكون الزيت مجهداء بشيء. ونقلبها لا نحمرها بشيء. ونقلبها لا نحمرها بشيء. ونحيضها لأنها تكمل مع العسل. بشيء محرقة. ونخليها في العسل المرقدة بحالة تشكل هذا حتى تشرب العسل. وسألللها في كاس كاس. ونجعلها تقطر. و هذا هو الشكل دياله. تشوفوا كيف تجي. أرطي راه كيف تجي. شوش. كيف تجي شرب العسل. وشي شعر. أرطي راه كدوب. و عند طوراق ما تخليوه شغلة. ثم تكون رقيقة. و هذا هو الفيديو ديال اليوم. ستمنى لإعجاب ديالكم. و tilbara qunalli com. وإلى اللقاء. و ان شاء الله.